احنا دلوقتي اتكلمنا عن موضوع القيد وعن اللاعبين دائما بناخفى الجانب مهم جدا هو تطوير المدربين ازاي نكون الاتحاد المصري او المدربين تحت ما ظلت الاتحاد المصري ازاي نستغل تطوير المدربين النهاردة تطوير المدرب من تطوير اللاعب اكيد بس فقد الشيء النهاردة لاعب المستقبل المدرب المبدع يساوي لاعب المستقبل طبعا كلما قدرت تطور المدرب كلما كان ده انعكاس على تطور اللاعب النهاردة فيه مفهوم بس خاطئ عايزة صحاحه عند بعض المدربين المدربين اللي متخيلة إن فيه جهة معنية بتطويرهم يبقى ده مفهوم خاطئ ما فيش حد معني إنه يطورك أنت اللي معني يطور نفسك ده رقم واحد فعملية التطوير هي عملية فردية في المقام الآيوان طيب نخلي إيه بقى نخلي يبقى عندنا فيه توجه من الاتحاد يقوم بدوره ما يبقاش الدور فقط قائم على منح الرخص الـ A و B و C لازم يكون فيه ندوات وفيه ورش عمل يعني النهاردة إن أنت تستدعي خبراء من برة يدوك أحدث ما تم التطوير إليه وده ما ينفعش يكون بشكل إجباري في رخصة وتحط معوقات كبيرة جدا إنه يبقى مثلا فيه فترات من الزمن إنت النهاردة أي حد عايز تطور المفروض يكون فيه نظام دائم لهذا التطوير وعشان كده هنا من الأشبال يعني بنخاطب الدكتور محمود سعد واتحاد الكرة إنه دايما يبقى فيه ورش عمل كل شهرين أو كل ثلاثة للمدربين النهاردة اجتمع بالمدربين برؤسات قطاعات الناشئين علشان نقدر نطور المنظومة دي زي ما بنقول تطوير الناشئ من تطوير المدرب والمدرب هو الأساس وزي ما كابتن الدكتور عطيها بقول فقد الشيء لا يعطيه الحقيقة بس هم بيعملوا يعني أزينا أقول لك بس الموضوع محتاج يبقى أكتر للنظام وفتل إحنا عندنا أكتر من خمسين ألف مدرب فانت النهاردة النظام ده لازم يحتوي كل الفئات دي ويساعد أن العملية تبقى فيها شيء من التطور يواجه التطورات اللي بتحصل برا احنا عندنا التكنولوجيا اللي بتستخدم دلوقتي في التدريب النظام مثلا الكاتابولت سيستيم والبولر سيستيم الأنظمة الجديدة في الإعداد البادل الأنظمة الجديدة في التغذية الأنظمة الجديدة في التدريب كل ده لازم المدرب ومطلع عليه ما ينفعش يبقى كل الوحدات أو الدورات المناهج اللي فيها متشبه احنا محتاجين نستدعي الخبراء من بره ونعمل ورش عمل على أعلى مستوى للمدربين كرة القدم لن ينصلح عليها إلا بتطور المدرب رقم واحد تطوير المسابقات رقم اثنين الاهتمام بقطاعات الناشئين الأندية اللي بصة فوق على القطاعات الفرق الأول لو ما بصتش على القطاع هتلغي المستقبل هو ده المخزر بتاعك الدعم الأساسي الكرة للناشئين الكرة للقادم النهاردة لما تبص على منتخب اللي موجود مع كابتن ربيع سين ده المستقبل لما تشوف المنتخب اللي مع كابتن شوي غريب هو ده المستقبل ومنتخب 2003 ومنتخب 2005 ومنتخب 2007 لو ما حصلش احنا الفجوة اللي حصلتنا من 2010 لغاية الفترة الأخيرة دا بسبب ان كل منتخبات الناشئين كان فيها مجملات كل منتخبات الناشئين كان بيتم توازنات في تعيين المدربين كان بيبقى فيها مجملات اللي ليه قاعدوا في اتحاد الكرة كانت عمليات الاختيار ما كانش فيه تخطيط عشان كده ما حصلش تواصل لجيل كابتن حسن شحاعة جيل بتاع عماد ميت ابو محمد شوقي حسن عبد الرب والأجيال العظيمة ديت ما حصلش تواصل فعشان كده حصلتنا من فجوة ده بسبب ايه صورة عدم الهتنان بالناشئين